طول عمرك مدافع بس في الفقرة دي هتكون فروض تمام؟ اوكي اعيزين جول ابو تريكا في الصفاقسي في نهاية 2006 كان في الدقيقة كام؟ مش متذكر يعني اعتقد قبل نهاية المباراة بدقيقتين ثلاثة ده انت اللي مباصي ما والله يبصي اقولك الحاجة اللي بيلعب من الزل برا دي واحدة من اهم الاهداف ومن اهم البطولات في تاريخ النادي دي فعلا دي حقيقة ما فيش اهلاوي يقدر ينسى اللحظة دي لان كان فيها تحديات كبيرة جدا واللي انت ترجع بالكاس من برا وفي تفاصيل في الموضوع دوت تفاصيل كتير في المباراة دي بجد محدش يعرفها اجيلك في الاسئلة وانا هقول تاني واحدة من اهم البطولات في تاريخ النادي الاهلي واحدة من اهم المتشاط في تاريخ النادي الاهلي اه كانت طبعا كانت بطولة صعبة كمان طبعا خصوصا بعد المباراة الاولى هنا في القاهرة تعادل واحد واحد الجماهير اصيبت بالاحباط اللاعبين خرجز علينا اه كنا كان عملنا اللي علينا في المباراة لكن النتيجة خلاص يعني كل الناس في ناس استسلمت وفي ناس قالت خلاص البطولة راحت اه ولكن انا محدش كان عنده شك حتى في مفيش حد مفيش اي حد بتقابله قدر الله ما شاء فعل السنة اللي بعدها اوكي اه انا انا اه الاجتماع بالزبط كان عشر دقايق اه وكان كلنا تعهدنا اللي حنرجع بالكاس وكانت قاعدة جدية جدا اتقال كلام كبير قوي في العشر ما احبطوش خالص ما كانش فيه اللحظ انا انا هقولك الحاجة اكسم بالله العظيم ما فيه لعيب تلعب طيارة اللي كان لما عارف اللي احنا هنرجع بالكاس اي حاجة تقدر اي حاجة تقدر تتحدى تقدر اه تقاتل تقدر بس انت تبقى عايز ما انا ممكن اقولك عايز بس قاعد مريح طول ما انت عايز لا تقدر ووقات كان اه بداية من طول ما انت متأكد انك تقدر بوسي احيانا اه ما تهزرش مع النادي الاهل اه ما تهزرش مع العادة النادي الاهل انا احكيلك نقطة احنا في دوافع اتخلقت اولا اولا محمد عبدالواب الله يرحمه كلنا تعهدنا اللي البطولة دي هنكسب عشان نهدهال ده مبدئيا على فكرة وعشان اثبت للجميع عشان فيه ناس بتنسى انا اقولك حاجات محدش عرفها المباراة دي ملعبش عماد النحاس ولا لعب بركات ولا لعب محمد شوقي واكوتي السيناريو اللي كنا عاملينه لعب وغير وكان على دكة البودلاء كان موجود عماد متعب وكان موجود اسلام الشاطر يعني بتتكلم اللي انت تبقى عندك تخوف ده فيه العيبة غاية فيه فرقة بالزبط اه فاللي انت ترجع بالكاس دي في الغيابات دي يبقى ما تهزرش مع النادي الاهلي ليه ما هزرش مع النادي الاهلي مش الاهلي ولعبت اللي يهزر مع النادي الاهلي يزعل جدا طبعا اللي يهزر مع الاهلي يزعل مش الاهلي ابدا اللي بيتحط نجومه في دخلة بتر عاملين قنيس بوجلبان قاعد على كرسي عرش وبيسلم بنسلمه كاس عن طريقة بوتريك يعني بيهديله كاس أفريك فوقفنا اللعيبة داخل الملعب وجمهور الاهلي كان فوق انا متذكر كواسي وحطينه في حتة بعيدة عشان ما نسمعهوش كان حوالي ألف واحد وقفنا واللعيبة وقفت دايرة وهتشوفوها يعني لو عدتوا ناتش هتلاول لعيبة وقفت كده ديقتين مش احنا اللي بنركع احنا بنلعب كورة بنلعب عشان نكسب وبنلعب عشان نرجع بالكاس ومش بنلعب عشان نركع يمكن الجواب ده أنا عجبني جدا لاني بيقافي تساؤلات كتير ليه دايما الأهلي بيكسب هو ليه دايما الكلام اللي بيتقال ده هو ده لكل حاجة جواب يا جماعة مفيش حاجة بتيجي كده بالضبط مفيش حاجة بالصدفة كل حاجة مترتبة مؤسسة نجحة ده السبب مش لأي أنا أحكي لك حاجة مش كتير بيتكلم فيها بس هخلص الجزئي دي لاني مهمة جدا الفكرة اللي انت ترجع بالكاس يبقى عندك إصرار وعزيمة والسيناريو اللي اتعمل من منويل الجزئي اللي أنا بحيييه على الهو واحد من أفضل المدربين اللي دخلوا مصر واحد أخلص للنادي الأهلي واحد حب النادي الأهلي بجنون بقى جزء من أسرته مش جزء مش كمدير فني وخلاص للأمانة ده الحق وده العدل اللي كان بيشتغل بيشتغل على حاجات المفروض كنا نعملها من ناشئين ومع ما نهاش معنا كلنا كلنا وصحب فضل علينا كلنا للأمانة لان بشكل شخصي كان بيتكلم معنا بشكل فردي وجماعي وتدريب جماعي وتدريب فردي ده مانو الجوزير فلما كسبنا من السيناريو اللي قاله بالزبط اللي تكلم معنا فيه بالزبط هو اللي يحصل مش معناها اللي هو هي كلمة ساحر تقلت عليه من اللي هو مذاكر حاجة قبل فتلاقيها فأنت مذاكر فبتنجح في فكرة إزا تنقل الكرة كتير فالجماهير هتسقف لك التونسية مرة واثنين وثلاثة فهتحبت اللاعبين بتاعته وانت تكتسب سكر مش اللي انت تقع بقى معنويا وترجع وقت كان وترجع بالكاس والألف اللي كانوا قاعدين فوق صوتهم والله وصل لنا اللي قدت اللبس وهم فرحانين وحشان كده قلت قلت جمهوري الأهلي وقتها الألف كانوا مليون حمستيني أصلا وانا قادة قدام أنا حاسة دلوقتي ان أنا قادة في الأستاذ والله العظيم دو حقيقي هم تشجعهم والإرادة والعظيمة اللي كانت عند جماهير النادي الأهلي كانت كبيرة جدا علشان كده أنا بقول جمهوري النادي الأهلي هو اللعب رقم واحد ولا 12 ولا 14 هو رقم واحد هو العصب هو هو الدرع والسيف والعمود الفقري بتاع النادي الأهلي هو جمهوره الداعم اللي بيصنع النجوم اللي بيخليك عندك حافز اللي بتخاف بتخاف مش بتخاف منه بتخاف من الزومة بتاعته هو اللي بيقومك جوه الماتش ذات نفسه هو لما تبص بص خطأ فيعقبك فوري ثم تلعب لعبة كويسة فيشجعك دي حاجة في منتهى الأهمية هيفضل دايما وأبدا الجمهور طبعا العمود الفقري لفريقه طبعا أنا عندي حاجة أخيرة أنا عايز أقوله في الجواب بس الجواب كان في الدقيقة 91 و10 ثواني اتفضل أنا أهم حاجة عندي الحلم تحاول لا مش حاقف عندي أرقام الأرقام دي ممكن تبقى لسوشيا الميديا ممكن تبقى لبعض الأمور لكن أنا هنقولها للمشاهد بالضبط اللي أنا عايز أقوله بس حضرتك علشان الناس تفهم نادي الأهلي بيشتغل ازاي أنا هقولك 3-4 حاجات في منتهى السرعة فأقلم من دي اتفضل لو عندي كيلو زيادة أنا بدخل بروح النادي الساعة 8 الصبح بدخل على الوزن الكيلو الزيادة بألفين جنيه يعني لو أنا زايد خمسة كيلو هعود أدفع أدفع لغاية لما نزل الوزن أنت كل يوم بتكل يوم وكل تمرينة بتوزن النهاردة لو لابس شرط مختلف في التدريب أو أي حاجة مختلفة عن اللي قاله كابتن الفرقة النهاردة بتيجي تلاقي بيسجل الإدارة اللي موجود النهاردة لو نزل متأخر على العشق أو الفطار أو معادة تدريب أو كل ده أنت بتتعاقب ما ده ما بتتكلمش ولما تيجي تسأل أنا الخصومات دي جاية ليه بيطلع لك الورقة بالموعيد والثانية فغزبا عنك ما فيش دلع حتتبقى بالزرع في اندباد في شغل بجد في ما فيش دلع في شغل يعني في ترتيب في مؤسسة نجحة فعشان كده في نجاح اللي يتدلع في النادي الأهلي حكتين يروح يلعب في نادي تاني أو يدور على طريقة لعب نادي بمنتاليتي أخر أو عقلية تاني